لم يرتبط موضوع العفو والمطالبة بالعفو بأي تنازلات بأي تنازلات وأقول لك شيء ثاني نحن التزامنا بالدستور واللي ورثناه ممن سبقناه من رجال الكويت المخلصين الثبات على الدستور احترامه احترام إرادة الشعب محاربة الفساد هذه مطالب كانت موجودة قبل لا يكون عندنا مواضيع العفو وغيرها هذه أساسيات لا زالت قائمة وبإذن الله سوف تستمر العفو مرة أخرى صلاحية بيد سمو الأمير ما لأي علاقة بالعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية سنكون واضحين مش عربون صداقة وعربون تعافل المادة خمسين من الدستور واضحة استقلالية السلطين مع التعاون بينهم وكل سلطة لها اختصاصاتها ولها صلاحياتها نعم اني إلى المواضيع اللي ذكرتها لا أنا أقول لك الأكثر من ذلك احنا مطالبتنا وأنا اتكلم عن نفسي مطالبتنا بالعفو والمصالح الوطنية أساس نتفرغ إلى القضايا الأخرى أساس نتفرغ إلى محاربة الفساد أساس نتفرغ إلى الالتزام بالدستور حتى نتفرغ إلى محاسبة الفاسدين ومن نهب المال العام حتى نحاسب الحكومة سواء كان رئيس وزراء حالي أو قادم وزير قياد في الدولة يعجز يفشل يتخاذل يخالف القوانين هذه الصفحات الجديدة اللي رأي قول عنها انه لازم نتفرغ لها فقضية ان احنا نتنازل في مقافل عفو كريم يا من سمو الأمير إلى أشخاص عليهم مسؤوليات وعليهم واجبات وإحنا رغب عليهم